نقدر نعتبر اللي حركة قلته ده يا دكتور دلقتي روشتة أو نصيحة للي زي نور في قصصه من ايه كن مأهورة أو متضايقة أو مش عارفة تغير فتبتدي تغير بدا ولا لازم تعمل تغيير كامل لا هي بالنسبة لنور المفترض تعمل تغيير كامل بس بالنسبة لحد تاني مجرد مشاكل بسيطة ده في حد ذاته يبقى تغيير مفيد وإن كان برضو بيبقى معادة أمور العوازية وحركة الخامل مارس رياضة آخر نصيحة بقى أنا أختم بيها مع حضرتك تقولها النور تحاول تدور على حاجة تتعلمها أو فرص عمل تشتغلها تحاول تدور على حاجة زي كده فرصة عمل أو حاجة يعني حتى لو هي معها الشهادة عليا ولكن فيه برضو عمال ممكن ما تتطلبش الشهادة تحاول تتعلم أكتر أو تستفيد برضو من الوقتها اللي هي موجودة فيه في البيت بحيث أن هي لازم هيجي لها وقت أو تعرف أن هيجي لها وقت أنها ممكن تلاقي نفسها مضطرة تعتمد على نفسها هاتمات كلها يعني إيه مضطرة تعتمد على نفسها هاتمات كلها معجوزها واحد طلقها وأبوها سيبها وقعيد فهي مصروفاتها تكمل ولا تعمل إيه؟ معجوزها؟ آه لا طبعا ما تكملش لا طبعا ما تكملش وراجل تقوم وارا تقول رائدة على فكرة في قصة هاي يعني لأن أقول لحضرتك حاجة أنا أقول للحركة الثلاث ما حاول هو عمل شغال عليهم شغال على الأفلام الإعلاقة الزوجية مش موجودة بيعيارها بال بس سعاد بيبقى كريم جدا وإحناين جدا عادي ما هو النفس الإنسانية عمرها ما هيكون زي الأفلام هي الشرير يفضل شرير طول الفيلم لا ممكن يبقى أوقات طبيعي بيحن على حد بيبقى هو كمان مع معلش هو برضو بيقاطي ما هي برضو هتديله كلمتين حلوين هتدلعوا وتعملوا فهو بس ده بيبقى عشرين في المية من الثمانين في المية اللي انت عايشاهم طبعا أو من المية في المية اللي انت عايشاهم طبعا أنا دايما زي ما احناك قلتي عشان ما حدش يقول بنحرر على الانفصال الكلام بس هو وسد لمنحرة كبيرة جدا محتة أنه هو بيمدي إيده عليها أنا معندي ضرب يعني هو ضرب أو خيانة الحالتين دول بالنسبة لي هم خطأ يعني باي باي آه يعني باي باي خلاص